أذربيجان وأرمينيا في صدارة المشهد العالمي هي معركة بطعم حرب إقليمية منذ الرصاصة الأولى كان موقف تركيا واضحا تأييد ودعم أذربيجان وإرسال مرتزقة لدعم جيشها يعز كثيرون هذا الدعم إلى المصارح الاقتصادية وروابط الدين واللغة لكن هناك سببا آخر إرث عداء تاريخي ودفين بين تركيا وأرمينيا شرارة العداء بين الدولتين تعود إلى فترة الحرب العالمية الأولى قبل انهيار الدولة العثمانية يقول الأرمين أن القوات العثمانية أنذاك استهدفت أسلافهم بشكل ممنهج بالقتل والاعتقال والتهجير وأبادت ما يقارب المليون ونصف المليون أرميني ما بين العام 1915 و1917 أكثر من عشرين دولة اعترفت بهذه المذبحة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية استمر التوتر على حدود البلدين خلال الحرب العالمية الثانية ثم الحرب الباردة وخصوصا خلال أزمة المذائق التركية مع الاتحاد السوفيتي والضغوط التي تعرضت لها أنقرة لسماح للسفن السوفيتية بالمرور خلالها أرمينيا كانت القاعدة الجنوبية للسوفيت مقابل تركيا التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي شهد إقليم ناجورن قورباخ حربا بين أرمينيا وأذربيجان أوقعت نحو 30 ألف قتيل عام 1994 سيطرت أرمينيا أنذاك على الإقليم ما دفع الأتراك إلى إغلاق المعبر الحدودي معها واشترطوا لفتحه من جديد أن يتوصل البلدان لاتفاق سلام تحسن ملحوظ طرأ على العلاقات بعد ذلك في عام 2008 قام رئيس الجمهورية السابق عبدالله جول بزيارة ييريفان ليشاهد مباراة لكرة القدم هناك من أجل دفن الحقد والكرهية إلى الأبد ليوقع اتفاق السلام التاريخي في أكتوبر 2009 لإعادة العلاقات وفتح حدودهما المشتركة لكن التقارب بين البلدين انتهى في العام التالي وألغت أرمينيا البروتوكولات رسميا في مارس عام 2018